صباح القدس صباح القدس للغجر في قلب مثلث الخطر نقطة تقاطع فلسطين وسوريا ولبنان شوكة في حلق الكيان شمالها لبناني الهوية وفق القرارات الدولية بنص واضح صريح يدعو الاحتلال للانسحاب وهو يماطل ويناور علما أنه وافق واستجاب وهذا يسهل مهمة الذين يشككون بلبنانية مزارع شبعة وتلال كفرشوبة ويعتبرون أن المقاومة تتخذها ذريعة لسلاحها وتزيد الصعوبة وهكذا جاءت فرصتهم في الغجر ليظهروا أن هناك طريقا بدون المقاومة يحمي السيادة وقد أظهرت المقاومة كثيرا طريقها ولا حاجة للإعادة فماذا تنتظرون أيها المتفلسفون تحررون الغجر وتقولون انتهى زمن السلاح ولا سلاح ولا من يحزنون وكلها بضعة أمتار تثبتون وطنيتكم بضمير مرتاح والاحتلال يعترف بلبنانيتها وبواجب الانسحاب وفق القرار والأمر لا تحله تظاهرة نيابية مشكورة ولا رفع أعلام في الصورة هاتوا البديل يا سادة لحماية السيادة وتحرير التراب المحتل واسألوا الكتائب والقوات عن الخيار الأفضل واستراتيجية الدفاع البديل وهي يفترض جاهزة عندكم لا تحتاج إلى تحليل فاتفقوا مثلا في اجتماعاتكم النيابية على توصية كتابية بتوجيه انذار للاحتلال قبل أن تبدأوا الزحف والقتال أو حركوا أسلحتكم الدبلوماسية واتصالاتكم السياسية أو قولوا أن الجيش قادر على التحرير ووفروا له سلاحكم الخطير وإلا فابتعدوا وزيحوا واتركوا المقاومة تقوم بالمهمة واستريحوا وتوقفوا عن التشويش فقد سقطت سياسة طوريا كديش ليطلع الحشيش وبالمناسبة يكفي المقاومة أن تزرع خيمة على مرمى حجر حتى يوجه الاحتلال رسالة المقايضة أزيلوها فنترك الغجر وأنتم لا تحترفون إلا النق والمعارضة هاتوا البديل في الميدان أو اخرشوا إلى الأبد فالأوطان لا تدار بالنكد ولا يحرر الأرض بيان بل حضور في الميدان